نعم فضل سؤالة يا مولانا إن دلوقتي انتشر فيه ناس بتحفظ القرآن عن طريق النت وتاخد إجازات على كده هل دوت ياخد نفس الأجر أو نفس البركة زي اللي بيحفظ على إيد الشيخ بالتلقي وكده يعني تعودنا إن حفظ عشان أحفظ القرآن أعود كده قدام الشيخ وأتلقى ويشوف حركة بقي وكده فاللي ظاهر دلوقتي ده حكم وإيوم كده لو ما هو بهذه الوسائل وعن طريق ما يسمى بالوسائل الحديثة والتطبيقات اللي مثل الزوم الزوم ده هو التطبيق من تطبيقات كتيرة بيبقى فيه اتصال من جهتين والشيخ شايف حركة شفيفي والأخطاء التي أرتكبها بالنطق الخطأ أو المحتاج إلى تصحيح وأنا سمه بالشيء الواضح كده يبقى إذن دي عاملة زي التليفون بس أضافه لها الصورة يبقى عندي أنا دلوقتي صوت وصورة يبقى أستطيع أن أنا أقول أن تباعد الأجساد لا ينفي العاقد افرض أن أنا قاعد هنا في مصر والشخص اللي قدامي قاعد في أمريكا وبعنا واشترينا أم يجوس ولا ينفي التعلم قلنا وقالوا ونقشنا ورد علي فردت عليه إلى آخري فيبقى اتفاق الإرادتين أو العقد أو التعلم أو ما كان له اتجاهين يبقى يجوز استغلال هذا به نعم طيب دوت حضرتك لو هتبقى بصوت وصورة طيب لو صوت بس نفس الكلام هل صوت بس يكفي إن كفى كافى وإذا لم يكفي لا يكفي هو ده كله حسب النقاء بتاع الصوت والكيفية بتاع تليب لأن الضرير ما هو بيتعلم القرآن من غير ما يبص صحيح وممكن يتعلم على يد ضرير مثله صح ولذلك يجوز هذا المسألة كلها لما نجي نفكر فيها بهدوء هنجدها بتحقق الغاية